شعر نريد صلاة النظام كان هذا هو شعار الثورة اليمنية وأول أهدافها المعلنة خرج الشباب في 11 فبراير من جامعة صنعاء ليعلنوها ثورة شعبية وصلت إلى كل بقعة في البلاد صاغ شباب ثورة أهدافها مبكرا والتي لم تكن تتوقف عند إسقاط النظام كسلطة بل الانطلاق في طريق معاكس لما كان يمضي عليه نظام صالح خلال ثلاثة عقود وحاولوا بثورتهم جرى البلاد خارج تلك الحفرة التي كان يدفع إليها صالح ونظامه كان أخطر اختبار للثورة هو ما حدث في جمعة الكرامة في 18 مارس 2011 ففي تلك الجمعة أفرغ النظام جام غضبه وقرر أن يكون أو لا يكون فكانت الثانية جريمة مروعة حزت البلد والعالم وقادت إلى انشقاق النظام سياسيا وعسكريا ودخلت الثورة مرحلة جديدة كان الفعل فيه للسياسيين والأحزاب أكثر منه للشباب الثورة لكن الفعل الثوري لم يخفت وزادت الثورة عنفوانا في معظم ساحات البلاد ترنح صالح ونظامه وأوشكت الثورة على إسقاط النظام كليا إلا أن دول الخليج بقيادة المملكة حاكت ما يسمى بالمبادرة الخليجية وكان أن منحت صالح مغادرة شكلية وكبحت جماح الفعل الثوري لصالح التسويات السياسية بين فرقاء السياسة رفض شباب الثورة المبادرة الخليجية لكن وفي ظل انسداد المسار الثوري أفسح المجال بشكل أو بآخر للسياسة والتي لم يكن مصادفة أنها ذاتها لم تستطع التوصل مع صالح إلى شيء قبل الثورة وجاء يوم 21 فبراير 2012 يوم إزاحة صالح عن الحكم وصعود عبد الرب منصور هادي إلى السلطة كرئيس انتقالي للبلاد كان للمجتمع الإقليمي والدولي ما أراد ذهب صالح وبقي نظامه تديره ما بات يعرف بالدولة العميقة كان مؤتمر الحوار الوطني بمثابة المولود الشرعي لفبراير يستجيب لطموحات الصياغة أسس الدولة الجديدة في ظل مشاركة جميع المكونات السياسية والاجتماعية وكاد ذلك أن يحدث لو لا الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي بالتحالف مع الرئيس المخلوع ذهب الانقلاب بالبلاد بعيدا عن خط ثورة فبراير وأعاد البلد إلى مربع سابق مربع السلاح والحرب فارضا على الثورة وشبابها مسارا جديدا في طريق استعادة الدولة ووضع البلد في مسار اليمن الاتحاد الجديد الذي اتفق عليه اليمنيون يوما ما